السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معكم أخوكم محمد يسين من قناة عالم الزراعة الممتع قناة نتحدث فيها عن كل ما يختص بالزراعة من طرق العناية وطرق الاكسار وكل ما هو له علاقة بالزراعة تعالوا اليوم نتعرف على نباتة كتير رائعة تعالوا بينا نتعرف على نباتنا اليوم مع بعض نباتنا اليوم هو نبات الأكاليفة اتكلمنا في حلقة سابقة عن الأكاليفة هيسبيدة اليوم أعطيكم بعض المعلومات على بعض أنواع الأكاليفة وطرق العناية بها وطرق الاكسار وكيف تعتني فيها وكيف نهتم فيها بطرق خفيفة وسهلة وحتى تدوم معنا لفترة طويلة نبات الأكاليفة له بعض الأنواع منه أنواع عديدة هنكلمكم اليوم أو نعطيكم فكرة عن الأكاليفة هيسبيدة واتكلمنا عنها في موضوع سابق وفيديو سابق موجود على القناة تركه لكم إن شاء الله في الوصف ويظهر أيضا أمامكم على الشاشة طبعا الأكاليفة هيسبيدة وأكاليفة وليكسيانة وأكاليفة ميكروفيل الأكاليفة هيسبيدة معروف أوراق خضراء لامعة والوليكسيانة الأوراق بتكون خضراء مشوبة باللون الأحمر والبني والنحاسي والمكروفيل أكاليفة مكروفيل أوراق بتكون حمراء زاد حافة بيضاء مثل هاي اللي بنشوفها قدامنا في الصورة والأكاليفة الأكاليفة هي شجيرة مستديمة الخضرة تنمو في الشمس المغربلة أو حتى في الشمس المباشرة وأيضا بإمكانك تزرحها في حديقة المنزل وبإمكانك أيضا تزرحها في أصيص في بلاكون أو في شرفات المنازل بتكون شكلها روعة كما نرى في الصور جمعت لكم بعض الصور حتى تستطلوا عليها أتمنى أن تنال إعجابكم ونبتة الأكاليفة هي نبتة رائعة جدا ورخيصة السمن وجميلة جدا بأوراقها تتميز بأشكال أوراقها وتزرح أيضا لجمال أوراقها لأن يكون أوراقها كبيرة الحجم بعض منها تصل إلى 15 سنطي فهي من النباتات الرائعة المنظر جميلة الأوراق تزرح لجمال الأوراق وأزهارها ليس لها رائحة ليس لها أي رائحة عطرية ولا فائدة ولكن هي تزرح لجمال أوراقها الجميلة ذات الألوان المعروفة التي ذكرناها من قبل وكما نراها أيضا في الصور أمامنا وهي نبتة سهلة العناية جدا وأيضا سهلة التشكيل وسهلة الأصل ويفضل أن تقص سنويا حتى نحافظ على جمال وحيوية النبتة لتستمر معنا لفترة طويلة ونلاحظ أيضا ونهتم بعملية التسميت فهو نبات يحتاج إلى تسميت مرة شهريا بسماد ويفضل طبعا الأرض الخزبة جيدة الصرف يعني لو زرعناه في الصيص لو حبينا نزرعه في البلكون أو في الصيص أو على الأسطح ففي الإناء أو الصيص أو الأوار اللي بنزرع فيه يفضل أن يكون جيد الصرف بتربة أيضا تكون التربة جيدة الصرف غنية بالعناصر وأيضا تكون تربة تكون جيدة الصرف وهو نبات أيضا من النباتات الرائعة جدا فتستطيع أن تضعه في البلكون حتى بعيدا عن الشمس ولكن توفر له الإضاءة ولكن إذا توفرت له إضاءة الشمس أو أشعة الشمس المباشرة خاصة في الأنواع التي يكون ذات ألوان فيفضل أن تعرض لأشعة الشمس ولو لفترة بسيطة حتى نحافظ على الألوان وهذا النبات الرائع أيضا بإمكانك تزرعه في سياج يستخدم كسياج حول الحديقة أو يستخدم في مجموعات في الحديقة يعطي منظرا رائعا جميلا جدا في الحديقة ويزرع منفردا أيضا إذا أحببت أن تزرعه منفردا فيزرع منفردا أو في مجموعات وهذه كل الصور إن شاء الله سترون كل هذا في الصور أمامكم فترونه مزروعا بمجموعات وترونه أيضا مزروع منفردا وفي أووير أو كسياج يعني هو سهل التشكيل وسهل العناية وأيضا هو نبات سريع النمو ويفضل أن يوضع في الشمس المغربلة وتكون الأرض رطبة يكون بها نسبة رطبة لأنه يفضل أن تكون في التربة نسبة رطبة فهو من النباتات التي تحب رطوبة في الجو وتحب الرطوبة في التربة أيضا وأيضا هو من النباتات التي زي ما حكينا رخيصة الثمن فغير مكلف سريع النمو يتكاثر بالعكلة الطرفية أو العكلة الوسطية يعني بالعكل أي جزء في النبات تقدر تستخدمه كزراعة وتزرع منه نبات آخر بفضل الله تعالى وأيضا يرش بالأسمدة بالمبيدات المبيد الحشر والفطري مرة كل خمسة واربعين يوم إلى شهرين لأنه للوقاية فقط وإذا طبعا اضطريت أنك أنت ترش إذا كان زورت عليه أمراض فيرش لأنه يصاب بالعناكب وبعض الحشرات فإذا اضطريت لبعض مرة في الشهر فترشه إذا ظهرت عليه أي أصابات وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هذا النبات الرائع فلا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه